السلام عليكم أنا بروفزور علي حسن التميمي أستاذ الطب والتشريح والفسد الطبية وهذه المحاضرة الأولى اللي راح نتكلم بها على الانتروديكشن أوف هيومن فيسيولوجي نحن العام الماضي لما كنت في صف الأول نطيناكم جزء أول من الهيومن آناتومي وفي هذه السنة راح ندرسكم الهيومن فيسيولوجي الانتروديكشن الانتروديكشن من هذه المحاولة نطيناكم جزء أوليكشن الانتروديكشن نطيناكم جزء أوليكشن نطيناكم جزء أوليكشن نطيناكم جزء أوليكشن بما معناها راح ندرس الفسلجة الفسلجة الطبية لجسم الإنسان البشري والفسلجة الطبية هي من الدروس المهمة اللي ما تقدر تصير طبيب بدون أنه تعرف الهيومن فيسيولوجي كتابة لدينا سيكون ثلاثة معنى اتركيا ما هي الهيومن و ما هي الهيومن فيسيولوجيا و ما هي الهيومن فيسيولوجيا وعرفنا من العام الماضي أن الأناتومية هي تقديم من قصة قصة الناس ماذا ماذا يصنع ماذا يصنع ماذا يصنع ماذا يصنع قصة الناس هؤلاء ماذا يصنع with the study of the anatomy so anatomy study of the structure physiology is a study of the function of biological system including anatomical structure so there is individual cooperation the function and structure and the anatomy and physiology both they form the foundation of our understanding of body part and function anatomy anatomy the knowledge of the body the knowledge of the body the knowledge of the body وصف كامل لهذه العضاء والستructuras physiology the function of the structure not only the function but what behind that function mechanism of the living body function the function until we learn the function and the function and the function of the structure we learn that we learn the history history the history فنعرف الأناتومي مأخوذة من التومي معناها كاتينغ فهو علم الذي يدرس تقطيع والتشريع والديساكشن استخدام الكادبار بالديساكشن وأول علماء نعرف في الحضارة المصرية اللي هي حدود 1600 سنة قبل الميلاد اللي يعرفوا بيها بعدين التاريخ يظهرنا لقريس أبو قراط هذا القريس الطبيب الأغريقي وبعدين أرستو بعدين هيروفيلس هذول كلهم علماء اللي درسوا اللي درسوا التشريح واللي درسوا الفستج قليلو وآخرين هذي نظرة تاريخية على تشريح دراسة التشريح ودراسة الفستج فإذن الهومان آناتومي هذي نظرة تاريخية على تشريح دراسة التشريح وفيسيولوجي هذي نظرة تاريخية هذي نظرة تاريخية على تشريح دراسة التشريح من الفيسيولوجي والفيسيولوجي معنها نييتر أو أوريجين واللوهية معنها استدي فإذن الفيسيولوجي يستدي الأوريجين وطبيعة جسم الإنسان وأره هذي نظرة تاريخية العزلة هي نظرة تقريبا من الفيسيولوجي فإذا الفسلجة دراسة الفسلجة معناها ندرس كثير من العلوم الداخلة بتعلمنا الفسلجة البشرية علينا أنه نعرف لازم العمليات الأيضية الفسلجية تحتوي على بايو كيميكال بارد بايوفيزيك سيل بايوجي كيميسري اندوكراينولوجي جينيتيك جينوم أميونولوجي معناها من تعرف الفسلجة معناها أنت أصبحت طبيب تعرف جسم الإنسان وكيف يشتغل جسم الإنسان وكيف يتعالج إذا صار هناك اضطراب بالأيض مثل ما ذكرنا التشريح والفسلجة تاريخيا مرتبطات فالفسلجة أول شيء بدأ بيها أبو قراط بالقرن الخامس قبل الميلاد بعدين كلوديسيا كذلك قبل الميلاد سوى الإكسبرمنتيشن يعني الفسلجة التجريبية أو المختبرية بالميدل إيجز العلماء المسلمين لطباء المسلمين ابن سينا من تسعمية وثمانين إلى ألف وسبعة وثلاثين سوى الإكسبرمنتيشن وكوانتيفيكيشن في قانون الطب بعدين ابن النفيس بعدين إيجي اللي هو بعدين إيجي لك الأندري فازيلس اللي هو يعتبر الفاوندر أوف مودرن هيومن أناتومي بعدين في القرن التاسع عشر شوان بعدين كلودي بيرنارد الفرنسي اللي يشتغل على الانترنل أمفايرمنت بعدين عالم الطبيب الفيزيائي والتر كانون الأمريكي اللي يشتغل على الهوميوستيس شغلة مهمة في القرن العشرين اتطور وصار عندنا الوفاليوشن في السيولوجي وهكذا اتطور طورة علوم الفسلجة الطبية وأصبحت مرتبطة بالبيولوجي والبيرسينا فإذن الفيزيولوجي الفيزيولوجي study of the structure and study of the function and study of the mechanism of the function of human body معرفة دراسة الوظائف والميكانيكية الفسلجية لجسم الإنسان هو الهوميوشن في السيولوجي والنقسم الفيزيولوجيكال sub-disciplines أقسامه أجزاء عندنا سيل فيسيولوجي اللي يعتني بدراسة الفسلجة للخلية الفسلجة الخلوية بعدين عندنا الورغان فيسيولوجي اللي يشتغل على الفونكشن of specific organ تخصص بعدين عندنا سيستيميك فيسيولوجي يشتغل على الفونكشن of organ system وبعدين عندنا الفسلجة المرضية نسميها باثوفيسيولوجي يشتغل على disease فإذن study of the structure and function and mechanism that is the physiology that is the human physiology what is the level of organization in the physiology يعني الفسلجة المكانيكية الوظيفية تشتغل على مستويات المستوى الأول اللي هو chemical اللي نسميه molecular physiology يعني كيف يشتغل الكيميائية جسم الإنسان الكيميائية ابتداءا من الذرات إلى الجزيئات إلى المكونات حتى نقدر نفتهم نعرف السيليولار respiration تنفس الخلوي الداجشن الابسوربشن البوتنشيال of the membrane all that يتعامل مع الكيميكال or molecular يعني كيف يصبح الرياكشن بين الـ H2 أو حتى يطلع عنا أوتر وكيف البوتاسيوم اللي هو انتراسيلولا يتحرك بتعادل مع الصوديوم اللي جزء أساسي من عنديه إكسراسيلولا فلازم نعرف الكيميكال الكيميكال يعني عمليات الداجشن هي عبارة عن كلها كيميكال إنزايم وتفاعلات كيميائية فإذن الكيميكال هذا بعد الكيميكال نأتي على السيليولر يعني ماذا يحدث بالخلية الفسلجة الخلوية على مستوى الخلية الخلية الواحدة فإذن السيهل هي فاندمانتال كومبارتمنت أوف لفينج أورغانيزم لفينج أورغانيزم يتألف الوحدة الأساسية الأولية إلى الخلية فإذن العمل يبدأ بالخلية لازم نعرف السيليولر في السيولوجي بعدين group of the cells they form tissue tissue يعني مثلا عندنا group of cell سوينا tissue مثل أي tissue skin هذا tissue زين بعد tissue آخر connective tissue أوكي epiphylial tissue أوكي هذه tissue اللي عبارة عن group of cell similar cells بعدين group of tissue يسوينا نعرف group of tissue working together to form specific function بعدين organ system is a group of organ organ working together فإذن بعدين يسوينا الorganism human is going to be how many organ system the 11 organ system ورح نجي على ورح نجي على تفاصيل فإذن هنا level of physiological organization يبدي يبدي بالأساس من cells cells بعدين tissue levels بعدين organ levels اللي هو heart tissue هي cardiac muscle هنا heart وبعدين organ system يسوينا cardiovascular system بعدين يكون هناك الorganism الorganism levels هذا هو هذا السليول level هذا السليول level وقبل الخلية يوجد الكميكا level الكميكا الكميكا level إذا نرى الكميكا level هذا الكميكا level عندك الاتوم الاتوم الكميكا تتفاعل يسوي الكميكا compound على سبيل المثال البروتين البروتين يسوي protein filament وهذا البروتين filament هو الذي يكون الهارت بصر هذا عبارة عن الكميكا level of organization الorgan system 11 organ system لازم نعرف how many organ system in human body female or male 11 إذا ناخذهم إذا ناخذهم ب إعادة سريعة واحد نسمي integumentary system integumentary يعني الجلد يشمل major organ skin gelid hair sweating gland عرقية nails الأظافر هذا هو integumentary system skin بعد عندنا skeletal system skeletal system يعني muscles and bone يشمل bones والbones لدينا 270 عدد أكثر من 270 bones للجسم الإنسان كذلك skeletal يشمل cartilage associated ligament والbone marrow كل هذا بال skeletal إذا نضيف skeletal muscular نضيف لها muscles سنأخذ بالتفصيل لكن هذه مقدمة عليها نرى ما سوف يفعلنا سوف ندرس فصل الجسم organ system function multi protection environment hazard regulate body temperature provide sensory information بيح sensory information حساسات في الجلد skeletal provide support protection store calisum ينخزن الكالسوم وال mineral الأخرى المعادن الأخرى تنخزن في العظام كذلك form blast cells من هذا skeletal system المسكيلر system المسكيلر system إذا نأخذ نأخذ organ system أخريات muscular و nervous system كل واحد على حدة المسكيلر system الماجر organ هي عبارة عن direct immediate response to stimuli هذا هو central nervous system and coordinate moderate activity of other organ system كذلك سونا provide and interpret sensory information about external condition بعدين organ system آخر هو endocrine system آخر cardiovascular endocrine major organ قلنا لأنه الفسجة معناها لازم تعرف structure وتعرف function وتعرف mechanism of behind that function endocrine مثلا العدن glant bituter gland bank panc gon thyroid adenoid and endocrine tissue cardiovascular شنو عندنا cardiovascular heart blood blood vessels إذا نراجع function of the endocrine endocrine function endocrine long term changes other organ adjust metabolic activity control structure and function during development بينما نشوف البلد في سوين الكارديو باسكلا يحتوي على بلد hard blood vessel distribute blood cells waters and dissolve material including nutrient waste product oxygen and carbon dioxide and distribute heat assist and control heat body temperature other organ lymphatic major organ of lymphatic spleen thymus thymatic vessels lymph node and tonsil respiratory system organ آخر nasal cavity binasal cavity sinus bronchi قصبات larynx lungs trachea and alveoli فإذن هذا الورغن اللي هو موجود بالليمفاتيك واللي موجود بالrespiratory system كل واحد على حدة شون الفونكشن مالت الليمفاتيك يسوي defense دفاع ضد الامفكشن and امراض بينما respiratory شي سوي جهاز تنفسي deliver air to the alveoli provide oxygen remove carbon dioxide produce sound الكلام مش منين يطلع من اعلى جهاز التنفسي بعدين عدنا digestive system المكونات الاساسية مالت teeth tongue pharynx isophagus stomach small intestine large intestine liver gallbladder بكرياس هذه organ مالت مالت digestive system الآن نحن نمط ملاحظات ملاحظات اولية introduction بعدين سنأخذها بالدروس اللاحقة سنأخذها كل system بالتفصيل urinary system الماجر organ مالت الجهاز البولي بالكيدني urinary urinary bradal urethra بكرياس فهذه structure الآن نجح على function كل واحد شن function okay digestive system شي سوي نحن process und digest food يهضم الطعام بعدين يسوي absorption conserve water absorb nutrient store energy reserve هذا منه gastro intestinal function urinary جهاز البولي يسوي excrete waste from the blood control water balance يسوي regulation store urine then يسوي voluntary elimination بعدين regulate blood and constration and pH الجهاز البعدين الوراء organ system هو الميال وال female genital tract الميال testis organ malta testis epidemis duct difference seminal vesicles lebrostatic gland and penis protum organ malta female abara vagina labia clitoria this is lower tuneteria بعدين upper tunatal tract ovary uterine cube uterus and memory gland الزين function what the function function of the male produce male sex cell اللي هي السبير بويضة بينما الفيميال produce female sex cells اي هي الفيميال بويضة شو سميها الاووسايت الاووسايت اللي راح يصير منها fertilization اوكي فاذا هذا احنا جانتواصل على الورغان شغلة رئيسية في الفسلجة موضوع رئيسي نسمي الهوميو استيسيس شو نسمي 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 نخلي فد امور على الاشياء اللي ذكرناها في محاضرتنا اللي هي البردكشن الهوميو فيسيولوجي ركزنا على الشيء سمينا السيلز اساس العمل الفسلجي هو نظرية السيلز فيور اللي اكتشفت 1839 بواسطة العالم والطبيب في دور شوان هذا بيّن بأنه اكوشي بالفسلجة يعتمد على نظرية نسميه السيلز فيور هذه النظرية تقول بأنه كل الأسام الحية بتكونة من خلايا وهذه الخلايا هي عبارة عن كل الأحياء تتمثل الفسلجمالتها بخلية بخلية أولية الخلية الأولية هي السمول فإذن الفسلجة تبدي بخلية وهذا الخلية عبارة أصغر 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 شيء حي في جسم الإنسان وهذه الخلية تتكون من خلية حية بواسطة السيلز كذلك بعض الحيوانات بعض الأحياء بعض الأحياء تتكون من خلية خلية وحدة اللي نسميها يوني سيلولار وغانيزم أخر مالتي سيلولار أغرقيت سمشلائي سيلز هذي هي اعتماد نظرية الخلايا أو نظرية الخلية اللي اعتمدتها الفسلج واللي طورت فهمنا إلى الفسلج ومثل ما قلنا هذا الأساس موجود نظرية الخلوية في كل الزاء الحيوانية والنباتية والإنسان نفس الشي نفس النظرية اللي تتكلف وأن هذه الخلايا هي عبارة عن الوحدة الأساسية للفعاليات جسم الإنسان جميعا الخلايا إذن الخلايا والفنكشن مالتها الخلايا الحية شنو مواصفاتها مواصفاتها إنها تأخذ مواد غذائية لازم تحتاج إلى مواد غذائية يصير عدها ويست برودكس أو لأكسكريشن بعدين يصير لازم يكون عدها ريسفونس تو انفايرمنت جزيين بعدين عدها ريبرودكشن أمانج أذرز فهذا هي جزء من نظرية 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 الخلية كيف ندرس الخلية ندرسها من خلال مايكروسكوب ومن خلال سيل فراكشن ومن خلال البيوكيميكال بايوكيميكال ونستخدم نعرف لايت مايكروسكوب في في دراستنا للخلايا ونعرف الالكترون مايكروسكوب في دراستنا للخلايا حتى نعرف استطرقشا رمالتها وحتى نعرف كذلك نعرف كذلك الفونكشن للخلال وهذه هي نغرية الخلية مثل ما قلنا الخلية تتكون من قسم الأزاء مثل الإنسان نعرف كذلك الفونكشن للخلية لا هناك خلايا هناك خلايا من خلية واحدة ونرى الخلية قسم منها خلية ابتدائية لا يكون بها نيوكلياس وقسم منها لا موجود بها نيوكلياس مثلا البكتيريا نسميها بروكاريوتيك 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 لا يكون بها نيوكلياس هناك خلية الهيومن حبارة عن بروكاريوتيك بروكاريوتيك لنقضها كلها ندرسها بعدين الفسلجة ندرسها تفصيليا جسم الإنسان والخلايا جسم الإنسان السيلز السيل ممبرين والسيل ممبرين نرى العشاء الخلوي من يتقلف من فوسفوليبد بالليبد في الهراح سنرى هذه الخلية والخلية من يتكون الخلية من يتكون مثلا على سبيل الإنسان في الهيومان 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 متقلفة من سيلز سيل ممبرين وسيتوبلازم والنيوكلياس والنيوكلياس وبعدين أورغانيال مثلا عندنا الهيومان السينترازوم البيروكزوم السينترازوم السينترازوم المايكروفلاي السيطان الريبوزوم البلازماممبرين الميتروكووندرية هذه مجانبات هي أشياء أساسية في العمل الفستجي لجسم الإنسان سنأخذ هذه تفصيديا ونقرأ هذه الاشياء ميتوكوندرية ومجانب البلاسما الممبرئين مجانب ريبوزوم مجانب المتوب ومجانب الدلائم وانتظار كل هذا مجانب مجانب النسطو ساعته سكيلوتون ساعته سكيلوتون بعدها نيوكلياس 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 لازم نعرف الفصلته تعرف تبديء من الخلية وهي أساس السيال الثيوري عمل الفسلجي يبدأ من عمل الخلايا إذن أساس العمل الفسلجي الفيسيولوجيكال اكتيفتي يرتبط بالسيليولار الفيسيولوجي السيليولار الفيسيولوجي مهم السيليولار الفيسيولوجي و فيوري في السيالس السيالس فيها أولا سيال ممبرين مثل ما اكترنا متألف من فوسفوليبد فإذن يكون عبارة عن الغشيولوجي الغشيخ الغشيخ سيكون السيالس غشيخ فعبارة الغشاء الخلوي يعتبرونه إلى جزء بجليسرون وكذلك بفاتي أسد يعتبرونه تيل واحد هيدروفليك الهايدروفليك نعرفه أنه هذا يكون ووتر سولابل بينما الفاتي أسد تيل يكون هيدروفوبك هيدروفوبك معنى ووتر انسولابل فهو عبارة عن لبيد باي لاير فهذا اللبيد باي لاير اللبيد سولابل سبستنس الووتر سولابل سبستنس بالنسبة للبيد سولابل سبستنس مثلا عدنا الأكسجين السي او تو الستيرويديرمون هذي يقدر كروس سلس منبرين تقدر تعبر لأنه يتزول في هيدروفوبك باي لاير بينما السولابل السولابل سبستنس اللي السودين الكلورايد لكلوكوس الووتر هذي كننوت دزولف اللبيد الممبرين باي لاير كذلك باي متألف من البروتين البروتين اوكي الانتراسيلولر كونكشن بي بالمنبرين بي جانشن تايد جانشن ورح ناخذها بالتفصيل وفيها قاب جانشن قاب جانشن وعدنا التايد جانشن ويصير ترانسبورد كروس سل ممبرين رح ناخذه كذلك نعرف انه أبشيب سوف نأخذها بالتوصيل الآن تقديمها سوف نأخذها بالتوصيل سوف نأخذها بالتوصيل ولكننا الآن نمر عليها مرور بسيط لأنها عبارة هذه عن تقديم مقدمة للمرور حتى نعيد بعض الأشياء التي ذكرناها فإذا ننفستج يجب أن نحن نتعلم كل شيئ كل شيئ كل شيئ نحن نعرف شكل وثم ومرينا على السيل فيوري إن السيل هي عبارة عن بلدنج بلوك هي الأساس لبناء أول بلانت أنيمال اند هيومن السيل من مواصفاته إنه قابل على الدفيجين وفبري إكزيستنج سيلز والسيل هي عبارة عن سمولست يونيت بير فورم بير فورم بير فورم ثم كما قلنا كل سيلز تتحرك الهوميوستيس على سيلولر الهوميوستيس سنأخذها واضح؟ بعد هذه المراجعات نصل إلى الهوميوستيس ما هي الهوميوستيس؟ هذا أمر مهم بالفستجة فالفستجة تعتمد على الهوميوستيس الهوميوستيس الهوميو معناها أنه عندك عندك كأنه عندك هوم وستيس معناها الثبات فكيف عندك رجوليشن يصير؟ رجوليشن الثبات مثلا على سبيل الإنسان على سبيل المثال بالهوميو بالهوميو أو أي حيات يعتمد على اليمن يعتمد ميكانيزم لازم حتى تحافظ على حالة البقاء حالة الثبات يعني شنو معناها؟ يعني نفسك ضل ضمن النفس الطبيعي تنفسك درجة حرارتك ضل ضمن الدرجة الحرارة الطبيعية مهما كان هناك تغيرات داخلية إنترنال أو إكسترنال الضغط مالك يبقى ضمن الضغط الطبيعي البيئة مال البيئة يضل ضمن ضمن الطبيعة الانتراسيلولر الاكستراسيلولر فلويد يضل ريجوليشن يعني مهما تتغير الظروف ومهما تتغير الأحوال إذا يجب أن تعيش يجب أنه يكون هناك موضوع للهوميوستيس فهو حالة حالة من الريجوليشن اني ليفين بادي تو بي اللايف اتماس حاف هوميوستيس هوميوستيس يعني يصير بي ريجوليشن فهو عبارة ميكانيزم أوف ريجوليشن فعدنا هنا عدنا أوتو ريجوليشن أوتو الريجوليشن الانترن الداخلي انترنسك أوكي فهو عبارة عن أوتوماتيك ريسبونس إن سيلس تشيو أند أورغان فالشيء أوتوماتيكي لي يحددنا ويثبتنا الريجوليشن لكل الحالات الفسجية بالجسم اللي يصير مثل ما نعرف هناك اكتيفتي وعدنا إكترنسك ريجوليشن إكترنسك ريجوليشن اللي من خلال أما نيرفوس خلال ريجوليشن عصبي أو ريجوليشن اندوكراين أوكي نيرفوس أو اندوكراين سيستم واضح؟ فنمثل أنه هنا الريجوليشن هناك كونترول عندك على سبيل المثال يعني يضرب لك نضرب مثل أنه شون الجهاز التبريد جهاز التبريد وجهاز التدفئة يبرد ويدفي وهناك أكو ثيرموستات قل مثلا أنه هو جهاز تبريد إذا ارتفعت درجة حرارة الجو يشتغل ثيرموستات يشتغل التبريد وصل إلى درجة معينة ينطفي وهكذا هذا عبارة عن ريجوليشن جسم الإنسان بي ريجوليشن لكن ريجوليشن معقدة بس هو هذا مثل هذا هو هنا الريجوليشن الإفكتر والستيميليتر بالإير كونديشن بالإير كونديشن يعني الفكرة هي نفس الفكرة لكن التفاصيل تختلف واضح هذا جسم الإنسان اللي جائب اللي يصير عدنا ريجوليشن نيكتف فيدباك كونترول أوف دبادي على سبيل المثال درجة الحرارة عدنا 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 يعني نيكتف فيدباك حتى أنه مثلا ترتفع درجة الحرارة لازم جسم الإنسان يخفضها درجة الحرارة طبيعية 37 ديغري سنتيغريت أوكي فإذا ارتفعت إلى 42 ما يقدر يعيش الإنسان يتوفر أو إذا انخفضت جو 36 كذلك ما يقدر يعيش فلازم أكو رينج لازم أكو رينج يظل هذا الرينج الرينج طبيعي كذلك الضغط كذلك الضغط إلى قياس طبيعي كذلك نسبة الأكسجين نسبة الثاني أكسجين اذا كان يقوم بالدم كذلك البيئتج وهكذا كل جسم الإنسان كامتح ترقية تريد وأكل الكشف واضح ركوليشن هي عملية عن حعل إطر постоян فمرينا ت أحد يذكر يقول إذا لم يحدث الرجال يعني درجة الحرارة ستصخن الرجال لا تستطيع فصلجة الجسم لا تستطيع فصلجة الجسم ما سيتحول؟ لا تستطيع فصلجة وإنما حالة مرضية وإذا لم تتعالج حالة مرضية ستنتهي إلى وفاة الإنسان لا تستطيع فصلجة فإذن أساس الرجال الفصلجي هو عملية ما نسميها الهوميوستيس ما أخذينا أنه نورمال تيمبرتر هذا النورمال تيمبرتر إذا صار به دستيرب إذا صار به اختلاج فراح يصير عندنا استيومولاس بأنه راح يجينا إعاز بأن الجسم بأنه درجة الحرارة مرتفعة مرتفعة درجة الحرارة فهذا سنسري وين موجود هذا السنسري؟ موجودة بالجلد بالجلد وين يروح هذا؟ عبارة عن أفرنت أفرنت ستمولاي يروح للأبر سنتر وين يروح للأبر سنتر وين يروح للأبر سنتر راح يدس كماند راح يدس أوامر أوليا بواسط من بواسط من الإفكتر راح يقول للسويت قلان الموجودة بالسكن سوينا سيكريشن من السويت قلان سوي سيكريشن سيف تبخر تنزل درجة الحرارة كذلك بلاد فازل يصبح بها فهذا الرسمونس سيصبح تنفقد درجة الحرارة معناها جسم الإنسان ستنزل درجة الحرارة وسيصبح هناك تعادل فهذه عملية هوميو هوميوستيس فهذا العوامل تدخلت بالرغوليشن 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 واضح الأبر سنتر الهايبوثالماس السنسري الرسابترز السويت قلان السكن وهكذا واضح فإذا هناك عملية حتى تنفظهم هوميوستيس واحدة نسميها نغاتف واحدة نسميها بوزيتف فيدباك بطاني سنتر واحدة نغاتف واحدة بوزيتف ميكانيز فإذا إذا عندنا رسابنس سيسوينا نغاتف على ميكانيز أو ميكانيز واضح حتى عندما يصبح نغاتف يرجع جسم الإنسان إلى نورمال وكذلك حالة أخرى الرسالة من المكتبات المكتبات تقريباً لنغاتف المكتبات ثم من المكتبات ينقص حرارة مكتبات يجب أن يقوم على أن تنقيسها المكتبات 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 إذن جرح يجب أن يحدث في جسم الإنسان داخل الدم يوجد خلايا يجب أن يحدث هناك تخثر تخثر سريع جداً ميكانيزم ميكانيزم حتى ينسد الجرح ويوقف النزف يدخل عمليات كيميائية يجب أن تسرع من العملية هل نسميه؟ positive feedback mechanism حتى تساوي إنه homeostasis بابا؟